ننفت شواء بالكووشينج كيف تحفص الفوتبول من زمان بلبنان غير عن الفوتبول هلأ يعني حتى بلبنان من زمان ملاعب ما كان فيه كتير اذا بدك ميديا ما كان فيه كتير بس كان لبنان يعمل نتيج او كان كتير هيك ناتشرل هلأ الفوتبول بتحسه كتير مركب بلبنان والعالم كأنه مش طيقته كيف بتحس ككووشينج وايز لبنان من قبل الفوتبول وهلأ لك ما حدا ينزع مني بس السوشل ميديا نزعت كل شي باللبنان يعني اليوم اللاعب بيتصور بيعمل سالفي بيعمل تيك توك بيعمل ما بعرف شو بينزلها بيجيب ألفين 3000 لايك بيفكر حال وصار الستار هو بينما بالعكس نحن على أيامنا كنا نتمرن سبعة ساعة تمام ساعة كنا نفل الساعة سبعة من البيت تماما للصبح يعني أول ما نوع الصبح نفل من البيت بالصيفية معنا لتعتم الدنيا نرجع على البيت كنا نتمرن مثل الوحوش يعني بينما هلأ الولاد اللي بيتمرنوا مسجلين بأكاديميز بيتمرنوا ساعة 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 أو ساعة وربع أو ساعة ونص which is not enough نحن كنا نتمرن هلخمس ديام الساعة ونص per day كنا نتمرن كلهم صوى every day كنا نتمرن 8 ساعة 9 ساعة 10 ساعة نلعب في فتبول نرجع على البيت سود تيابنا سود ركبنا سود إجرينا سود مجروحين كنا نلعب الفتبول بأيامنا إذا بدك تعمل تحليل صغير كنا much more technical than this generation يعني بعرف أنا كل اللعيب اللي كانوا يلعبوا كل اللاعب قادر يعمل dribbling عن لاعب واثنين وثلاثة بينما هلأ أنت الفتبول is more tactical is more specific يعني اللاعب they are better than us tactically they are better than us specifically physically يعني عندهم endurance تبعيتهم أعلى عندهم الفتبول الفتبول يعني الفتبول conditioning تبعهم أفضل من الفتبول conditioning تبعنا نحنا كنا more athletes كنا more aggressive كنا more كان في more strength في لعبنا كان في ملاعب الفتبول كانت تأثر كتير يعني الملعب الحشيش الطبيعي أو الرمل كان بالنسبة لإليه أفضل بكتير من الملعب التارتان وملعب الجزون الارتيفيسيال لأنه أول شيء أقل إصابات وتاني شيء اللعبة أسرع إذا بدك تعمل بس small comparison حط حيال لجيم بيوروب مش هقل لك ريال أو حتى حيال لجيم بدك تحطه حط جيم وحط جيم تاني للدولة اللبنانية كأنك هون حطوا على 2.0 على الواتس أب السبيد وهون حطوا على 0.5 لأنه نحن عن جد يعني بتضحك لأنه نحن نحن بس يعني اللعب اليوم اللبناني بيستلم الطابق بيعلي راس وبيفكر لمن بده يلعب على اليمين عشمال لقدام لورا بينما اللعب الأوروبي بيعرف شو بده يعمل بالطابق قبل ما يستلم وهيدا الشغل اللي أنا عم بيشتغله ومع الكوتشينج ستاف على الفئات العمرية عندنا أنه يعرفوا شو بدهم يعملوا بالطابق قبل ما يستلموا قبل ما تجيون الطابق يكونوا عارفين الbody position where to go where to play how to think forward how to play forward how to move forward يعني الفتبول تغير كتير صار science ف جيلنا جيلنا كان يعمل نتايج جيلنا كان يعمل نتايج مش عام بإليك أنه كنا نروح كياس عالم وكنا نربح عكل الفرق بس جيلنا كان يعمل good results كنا نربح على اللي حوالينا البلدان اللي حوالينا كنا كنا نخسر بصعوبة كنا نربح على far east be high be high results يعني نلعب مع المالديف مع سرلانكا مع سينجابور مع كل هول الفرق يلي المنتخبات كنا نربح لأيهم 3 4 5 بزعل وبتأسف أنه نحن صرنا مش نحن ترجعنا لورا هن كتير تقدموا ونحن بقينا مطرحنا يعني نحن كان لازم نواكب التطور طبعا الفوتبول يكون في دراسات أكتر للأجهزة الفنية بالمنتخبات يكون في نلحق one school يعني مثلا European school Spanish school German school French school يجي أجهزة فنية كاملة من الصغار لالكبار يعني يكونوا كلهم على نفس school اليوم يمكن ظروف ما بتسمح ظروف المادية ظروف الكورونا ظروف الاتحاد ما سمحت له أنه يشتغل عادي الـ إن شاء الله الاندومين ممكن يقدروا يعملوا هيدا شي ونرجع نلحق حالنا ونرجع نطلع طلوع إن شاء الله وليك أي أحلى جول أنت جايبه بمسيرتك لك جايب جوال حلوين فيه كتير جوال حلوين وجوال مهمين يعني جول من الجوال بتذكر وآخر جول لعبت 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 تقريباً من من هف 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 فريق فريق الأول أو بعدين تعمل كوتشنج لفريق الأول لأن أنت بدأت مع الناشئين بدأ عارف شو عن الإكسبرين وكيف تقال تدرب فريق أول الحكمة صحيح لك أنا بدأت أنا وكنت لعيب فتبول كنت تحب أنه أعطي ومرن ولد صغر وإلعب معهن واتسلى معهن فبلشت كان عملي ممكن شي 22 23 كنت summer camps أطلع ساعد الفئات العمرية بالحكمة أطلع مرنهم أطلع أعطي من وقته بس أكيد ما كان ما كنت دارسها متل ما درستها بعدين فبلشت بهاي الفترة وقاته خلصت الكرير تبعيتي وتعلمت وأخذت الشهادات بلشت مرن بلشت مرن بال under 12 under 14 under 16 under 18 in the same time كنت مرن كل الفئات العمرية يعني 3 years ago كنت عم بحكي من فترة صغيرة مع حدا مسؤول بالاتحاد عم بحكي أنا وياه قلت له أنا كتير مبسوط أنه حسس حالي اشتغلت 15 years coaching به هال 3 years قال لي ليش قلت له لأنه كنت مسؤول عن 5 فئات عمرية عم بمرن 5 فئات عمرية الوكان تبعي جمع ثبت أحد عم بكون on the court مع 5 فئات عمرية يعني كانوا عم بعمل 5 years in 1 year كcoaching كexperience كdevelopment كنت عم بكون كتير مبسوط لأنه عم بقدر أثر بهالفئات العمرية كلها وعم بقدر أعطيهم ووصلهم مطرح ما أنا بدي يوصلوا فاشتغلت كتير مع اليوس وكانت نصيحته لأميل دايما وأنه خليك مع اليوس لأنه هذا العالم يلي فيه البراءة هذا العالم يلي بتقدر أنت لإعطاء أكثر للأولاد لإصدهم ليصيروا أكثر أكثر لأيوصلوا على الفريق الأول أنا كنت شوية صغيرة مستعجل صراحة وحابب أنه أوصل على الفريق الأول بأسرع طريقة كمان واتكت عم مرن الخمس فئات العمرية كنت بنفس الوقت مطاع الكهربا نعم عباس فيك الكف نحنا عصر جي ولكم توليبانون فنحنا كنا بفترتها بلشت ساعد بالفريق الأول كوتشينج ستاف عمل سكاوتينج ريبورت عن التيم تبعنا وسكاوتينج ريبورت عن الفريق اللي نحنا بدنا نلعب ضده سو هون هيك بلشت كسكاوتينج ساعد وقعطي أفكار وقعطي ideas how to play the next game السنة اللي بعد دخل بريزيدان يحشوشي وطلب شخصياً أنه أنا كون ضمن ستاف طبع الفريق لأنه شايف الشغل وشايف شو عم بعمل فهي بليفت ان مي وانا يعني ستاف لأنه هو بالنسبة للي مثل أميل يعني وبعرفه من أنا وصغير كان يعني كان فيك تقول a member of our family و he is still أكيد يعني and he will always be فكتير تخانق مع أميل بمطارح أنه لا لازم تعطيه الفرصة لبول بول لازم هيدا وقته كان أميل لأنه بالنهاية he is my dad وبيعرف أنه العالم الفوتبول بالدرجة أولى غير عالم الفوتبول بالفئات العمرية يعني اليوم أي حدا ما بحبك أي حدا بغير منك أي حدا ما بده إياك أنك توصل بفتح fake account بيقوس عليك بيجيش 10 15 20 واحد بيقوسوا عليك ما كان بده إياه لإنه لإنه ولكن بالنهاية اكتف عراض و I am building my career لأنه I am ready for this career قد ما في ناس تكون ضدك إذا أنت بتعرف حالك إنك شو عم تشتغل وشو عم تعمل وشو الهدف اللي أنت بدك توصله حتوصله أكيد وشو عم تشتغل لأم تشتغل لأم تشتغل لأم تشتغل ولكن لأنه لأم تشتغل لأم تشتغل المترجم للقناة ما شايف شو عملت للاستيزن التنع عاميل كمان اكتر انه it's my time to be the coach وكان في اصرار تير كبير من رئيس النادي ومن لجنة الفتبول انه انا اكون the coach for this season و اكيد ام doing my best و انشاء الله الفريق السنة he has an identity he has a way of play he has a style of play وان شاء الله شوي شوي بيصير الفريق عم بيعمل نتيجة منيحة وبيقدر يوصل لمطرح ما كلنا من ايه